كيفية الحصول على أداة مالتي إكسترا مجان إزاي تقدر تحمل مالتي إكسترا بشكل مجاني وتستخدمها على طول على جهازك من غير ما تدفع فيها أي حاجة سلام عليكم يا شباب الأخبار فيديو جديد أنا أحمد سامي النهاردة أنا جاي أشرح لك إزاي تقدر تحصل على إضافة مالتي إكسترا بشكل مجاني إيه يا مالتي إكسترا هو برنامج من تصميم أحمد سقطار وهو شاب من العراق البرنامج جامد جدا بتقدر أنك تعمل به كل حاجة تقدر أنك تسمع بيديوهات تقدر أنك تسمع بتغير بالصيغ تقدر أنك تتصمع بياداتك جهازك تحمل منه برامج ألعاب أنزيم التشغيل كاملة تقدر أنك تسمع فيديوهات اليوتيوب بالترجمة وإن فيدي إيقراها تقدر تدي له أصلا فيديو من عندك بالترجمة وهو إيرابارض وحكية كتير جدا الأداة بقت مجانية مجانية لبعض الدول تمام؟ من أهم الدول دي طبعا مصر إيه تاني بقى غير مصر؟ الهند وباكستان وبانجلادش ونيبال وبورما ومصر وطبعا أنا عارف أنه أكيد في شخص ساكي هيفكر طبعا أنا أفتح بVPN وادخل في البلد دي لأ هو عنده مكتشف للVPN فبالتالي مجرد أن إيه تستخدم VPN هيحذر لك الأكاونت بتاعك أو يعني الماك أدرس بتاعك هتحذر في مالتي إيكاسترا ومداش يستخدمها أبدا تاني حاطة العينس تشتريها بعد كده مش هينفع طب ما نصحكش تعمل حركة دي خلص طب ليه الدول دي أو إيه الفلسفي اللي شغال بي هالدفلوبر يعني؟ ليه دول دي وليه مش بقية الناس؟ لأن الدول دي الوحيدة فيه منها بدور فئرة جدا مستحيل أن إيه هتقدر تشتري حاجة زي كده زي أن سار الأداء اللي هو أساساً رخيص تفهم زي أنك تدفع خمسة دورة دا مش مبلغ يعني فسار الأداء نفسه رخيص لكن فيه دول خرفياً عندهم الموضوع ده صعب جدا غير كده في الدول دي ما عندهاش بي بال يعني هو طريقة الدفع أو أن إنت تشتري البرنامج فبتشتريها بي بال تمام؟ لو إنت عندكش بي بال فهو يعني أحمد بيقدم الموضوع ده كدعم للشباب دول أو للدول دي فبصراحة يشكره مواقف جميل جداً وأنا ما شفتوش من حد قبل كده يعني بصراحة فعل هو أن الموضوع ده عاجبني فيشكر إليه يا أحمد جداً هتلاقي رابط تحميل الأداء في الوصف بتاع الفيديو إن شاء الله فاول تعليق وبالنسبة لشرح الأداء أنا شرحتها قبل كده كذا مرة وكذا فيديو بصراحة لأن الأداء كبيرة جداً وبتتحدث باستمرار وفيها مميزات كتير فعني إن شاء الله هحط لك لينك للفيديو يعني في الوصف بتاع الفيديو بس باختصار اكتب أداة لا يمكن أداة لا يمكن الاستغناء عنها في جهازك هتلاقي الفيديو بتاعها بتاعي أنا شرحتها قبل كده فممكن تقدر برضو أنك تشوفه تمام لو أنت من الدول دي كل الليك إنك هتفتح أي الأداء هتعرف لوحدها أي الدولة بتاعتك أكيد فكل الليك إنك هتفتح هيقول لك يكتب اسمك فاكتب اسمك وخلاص يعني أنا مسراً في حالي هكتب أحمد سامي انت في حالك هتكتب فلان وخلاص ودوس أوكي وهتفتح معك مالتيكستر من غير أي مشكلة لو أنت من جوة الدول دي تمام فهذا بس كان الموضوع وزيما وضع شكراً لأحمد تاني على الفكرة أو على الموضوع ده يعني حاجة بصرحة لطيفة يعني فأتمنى إن شاء الله أن أنتم تجربوا الأداة ودوروا رأيكم فيها إيه في التعليقات سبقاً هنا أو على الفيديوهات التانية وتابع التحديثات معنا دوس لايك وشير وسبسكرايب للفيديو بس كده شكراً معليكم إنما أكبر أحمد تسيم